أدنت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل لمدرسة التبعين التي تأوي نزحين في حياة درج شرق مدينة غزة وستنكرت مصر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة مطالبة بموقف دولي موحد ونافد يوفر الحماية للشعب الفلسطينية وضعوا حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل كلما تكتفت جهود الوسطاء لمحاولة التواصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجنب الأسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروسة وأكدت مصر أنها سوف تستمر في مساعيها الدبلوماسية وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشطة الطرق والوسائل والعمل على التواصل إلى وقف لإطلاق النار